نقدم عروض كبيرة جدا من المتفائلين ولا من الموضوعيين ولا حاسس ان الدنيا صعبة لا يعني ان شاء الله الدنيا مش صعبة انا عندي تفاؤل كبير جدا في لعبة النادي الاهلي وفي جمهور النادي الاهلي اللي بالمناسبة هيكون احد العوامل المؤثرة في تخطي ان شاء الله التحاد جدا والوصول سيمي فاينال كاسل عامل قندية ان شاء الله الجمهور اللي راح من بدري قوي حجز تذكر المباراة وهينافس جمهور التحاد جدا صاحب الملعب صوت بصوت في الاستاذ هيدل لعبين الدوافع المطلوبة انا ثقة في جمهور النادي الاهلي خارج مصر وداخل مصر كبيرة جدا متفائل ولكن في نفس الوقت لما نجي نتكلم فنيا احنا كلنا بنتمنى ولكن فنيا وموضوعيا المباراة على الارض المواجهة صعبة مش هقول ان احنا يعني يمكن وقعنا في خطأ في بعض الاوات ان احنا بلغنا في احترام الخصم ودفعنا تمنى لا انا بطالب ان احنا بنتعامل مع المنافسة على قدر امكانيات لعبته وشغله الفني ما نبليغش في احترام الخصم وفي نفس الوقت ما نستهنش باللقاء لان هي مباراة على مستوى النجوم والاسماء والتاكتيك داخل الملعب هتبقى مباراة صعبة مطلوب ان اللعيبة تبقى في كامل تركزها الجهاز الفني يعد يعني الخطة المناسبة ويقسم اللقاء وان شاء الله باذن الله بعد نهاية تسعين ديئة وصفرة نهاية توعلن صعود النادي الاهلي ان شاء الله احنا النهاردة هنحاول معاكم نقرأ ازاي بيفكر جياردو في مواجهة الاهلي وازاي بيفكر كولر في مواجهة اتحاد جده كولر يمكن ليه الافضلية انه تابع مواجهة مبارح وقرأ بشكل كبير لكن زي ما هنمتكلم على قراءة جمهور النادي الاهلي عايز اقول لكم واكد لكم انه اتحاد جده او جماهير اتحاد جده شايلة هم مواجهة الاهلي المصري وجماهير الكرة السعودية بشكل كبير تعرف مين هو الاهلي المصري تعالوا نشوف مشاجعين اتحاد جده قبل مباراة اوكلان سيتي مبارح توقعوا نتيجة مباراة مبارح ايه ولو قدروا يتخطوا اوكلان سيتي شايفين ازاي مواجهة النادي الاهلي تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع لحضراتكم اذن الله دي مبارح سهل على طول كيف سيء ما يحتاج كم اربع خمسة ما يحتاج لا اله الا الله وبعدها تروح المين روح الاهل مصري لايش توبحك مصري خوف الله تخاف من الاهل مصري من مصري نعم انت خايف من جمهورهم ولا من الفريق جمهورهم وفريقهم وكل حاجة ايه بس على ارضك على ارضي والله يلعبون اللعب لو مدري مين صاري ايه ما يبارك سلام طيب كم توقع الاهل مصري ايه والله ان شاء الله اتنين واحد لو تمشي معنا حيلا ان شاء الله تروح بعدها اذا مشيت تروح المين اذا مشيت تروح لقشي ايه بذلك مين اربع ثلاثين سعادين اعماره حيلا على طول دين خلو سمحت انت ما تخاف منهم بعدين السيتي حيلا نفس سرعة الثاني العالم ده جاب النتيجة من الكنترول يعني وصل لغاية الفينال بس حقيقي جماهير الكرة في السعودية بتحترم نادي الاهلي بشكل كبير وده مش فكرة بس مجرد انه عملاق القرى الافريقية او انه دايما حضر في بطولة كاس العالم وبيقدم نتائج كبيرة وبيفوز على ابطال قرارات هو تريبا فز على ابطال كل القرارات لكن كمان مواجهاته مع الاندية السعودية واخرها طبعا مباراة الهلال بتحط دايما الاهلي في مكانة الكبار ويمكن زي ما شفنا المشجع الاتحادية ودلوقتي شايل هم او شايف انه مطش الاهلي اصعب بكتير جدا من مواجهة فلومينينزي وانه الاتحاد لو قدر يكسب الاهلي يبقى على طول وصل للفينال دي وجهة نظر الاتحادوية قبل ما يبتدي لقاء اوكلان سيتي مبارح نا يعني هو دمه خفيف طبعا ما قاله الاهلي المصري قاله الماهل المصري اه عمي اه دي يعني ايه يعني هو عارف كويس او النادي الاهلي فان شاء الله بإذن الله نبقى عند يعني نبقى في يومنا ونسبت للمشجع وكل مشجعي اتحاد جدا بالمناسبة بس خلينا اقول ده على مستوى الجماهير لكن عايز اقولكم انه حتى نجوم فريق اتحاد جدا نفسهم ومنهم نجولو كنت تصريحات كنتي كانت محترمة جدا اتكلم عن الاهلي خدوا بالكم البروباجندا اللي حصلت للجيل ده للفرقة دي في كاس العالم في الثلاث نسخ الأخيرة والصحف العالم كلها أشهدت بمستوى النادي الأهلي وأشهدت بقدراته بإمكانياته ووصلة حتى على مستوى العبيد نجم بحاجم نقوله كانت نجم منتقل